موضوع التيار الكهربائي موضوع تحدثنا فيه كثيرا يعني تبقى محافظة صلاح الدين بحاجة كبيرة لتيار الكهربائي كونها لا تزال محافظة غير منتجة للطاقة الكهربائية جزء كبير من الطاقة التي تصل إلى محافظة صلاح الدين تصل من محافظات قريبة كل الإشكاليات التي تعترض خطوط النقل محطات التوزيع التي هي في بقية المحافظات تلقي بظلالها على محافظة صلاح الدين نحن متابعين الأمر من سنوات يحصل أن يستقرد تيار الكهربائي لشهرين بعد ذلك نحن اليوم المعلومات المتوفرة لدينا أن هناك انخفاض حاد في التجهيز على مستوى المحافظة وأعتقد أنه انعكاس لانخفاض حاد أيضا لتجهيز المنظومة على مستوى العراق وبالتالي تتأثر صلاح الدين مثل ما تتأثر بقية المناطق نتابعين الموضوع مع توزيع صلاح الدين في أن يكون التوزيع على الأقل عادل بالنسبة للمناطق يعني 12 ساعة مثلا ساعتين بساعتين كما يقال لأجل تغطية احتياج المحافظة ومركز المحافظة بأحياء المختلفة هذا أيضا يلقي ضلالة على موضوع المؤلدات الأهلية اللي هي أيضا انعكاس لهذا التذبذب بالنسبة لتجهيز التيار الكهربائي نحن نعمل الآن على نظام العداد مع قراءة العداد كلما زادت ساعات الانقطاع بالتأكيد ستتأثر بالنسبة للمواطن لأنه سيزيد ساعات تشغيل بالنسبة للمؤلدات الأهلية لا أقول أنها ليس هناك إشكالات هناك إشكالات هناك متابعات نأمل في أن تستقر المنظومة الكهربائية حتى المواطن بهذا الموضوع يرتاح وما يبقى هذا الموضوع معلق هذا الموجود لا تزال صلاح الدين نعمل خلال الأشهر المقبل أن يكون هناك إنتاج للطاقة الكهربائية على مستوى المحطة الحرارية في سامرة أو الغازية في بيجي لأجل توفير طاقة كهربائية أول ما يستفاد من هذه الطاقة يا محافظة صلاح الدين المواطني